هو يسأل عن بعض الناس يقول يدخلون المسجد يسلمون بصوت مرتفع وهذا خطأ خطأ أن الإنسان يرفع صوته بالسلام خطأ في ناس تصلي في ناس تقرأ في ناس تدعو يعني فيأتي هذا يسلم بصوت مرتفع ما يصلح هذا الأصل خفض الأصوات في المسجد عمر بن الخطاب سمع اثنين يتكلام بصوت مرتفع في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قال من أين قال من الطائف قال قد علمت أنكما لستما من أهل مدينة ولو كنتما من أهل مدينة لأجعتكما ضربا يقول عمر الخطاب رضي الله فالقصد أن المسجد الأصل فيه خفض الصوت حتى بالسلام يسلم على الذي بجانبه انتهى الأمر أما يرفع صوته بالسلام كان داخل ديوانية أو كذا ما يصلح هذا أبدا